اتفاقية الطلاق اتفاقية اللي بتنمضى بين الزوج وزوجته اتا بيكون في خلاف موضوع الزواج واتا بيكونوا بنتنبشروا بدعوة بطلع زواج او دعوة طلاق مبدئيا هيدا الشي بالمحاكم الكاتوليكي تحديدا جديد ان حوالي سنتين عم نشتغل فيه وعم يمضى ما كان موجود كتير قبل هيدا الشي بيرجع لزيادة نسبة الطلاق فالكنيسة ارتقت انه خلينا نطفي نسمح باتفاقيات يتفقوا فيها على الامور المدنية يعني على الامور المادية بموضوع الزواج اللي هي الحراسة اللي هي النفقة تعويضات واذا في الشيء منك مشتركة بين الزواج يعني ادارة امور العيلة بوقت الانفصال مظبوط هيدا تحديدا يعني بيكونوا بعد ما طلقوا بيكونوا بعد ما طلقوا هي اتفاقية بتنعمل او ما قبل تقديم دعوة البطلان الزواج او بخلالها يعني هي تحتين مثلا ما نقول تنفس الامور يعني تنفس هال الاحتئان اللي موجود بين الزوج والزوجي وبتتقدم بعدين لدى المحكمة اللي عم تنظر بيدعوة البطلان او طلق او فسخ الزوج مين بيرعى هالاتفاقية مين بيحطها مين بينفزها ومين بعدين ممكن يحكم فيها هالاتفاقية عادة ان احنا المحامين بنعملها عنا بروتوتيب معين بنمشي عليه من نصه بمضى عنا بالمكتب في بعض المحكم مثل المحكم الطلق المدني بتطلب تصديقه لدى الكتاب العدل ومحكم الأورتودكسي وبتقدم قدام المحكمة اللي عم نطلق فيها يعني اذا بالمحكمة المارونية او بالمحكمة الأورتودكس او بالمحكمة الطلق الأحوال الشخصية اللي عم تنظر بي طلق المدني حسب قوانين الأحوال الشخصية لكل طي طيب عند ابنين هو نظام طائفي برعى الأحوال الشخصية بيتبع للطوايف حسب كل محكمة أي طلاق أي زوجة عندها هي اللي بتبت فيها يعني اللي بتنظر بسلاحيتها بس إذا في عوانين أحوال شخصية لكل طائفي شو اللي بفرق اللي كانت اتفاقية عن غيرها بين هالكوبل الأمور البسيطة جدا يعني اليوم عندنا الأمور الجنرالي هي الحضاني والنفقة والأقصات المدرسية والطبابي والاستشفاء هيدولي تقريبا عند كل الطوايف وعند حتى بالطلاق المدني تقريبا قريبين لبعضهم إلا إذا الطلاق المدني كان ببلد مثلا مثل أميركا بأميركا مثلا الأم بتتقاصم النفقة مثل البيع عكس لبنين يعني حسب الأنون اللي صار فيها الزوج بينما ان جنرال كلهم تقريبا مثل بعضهم يعني احنا عنا بروتوتيب إجمالا فيه مثلا السن بفرق الحضاني ممكن مثلا تتحدد للأربع تاش فيه محكم الماروني لتناعشر سنة بس عادة الحضاني إن جنرال إذا بدت تصير بالإتفاقية بتكون لعمر 18 سنة هيده بس الأمور البسيطة اللي بتفرق بينتون بس بالحضاني شو اللي ممكن يعني يتغير البيع شو بيتنازل عن حضانة الولاد حضانة للأم عادة زي ما نحكي كأينون بالمحاكم المارونية والأورتوديكسية بتنعطى إجمالا الحضانة للأم هلأ هي الحضانة لتناعشر سنة الولاد سير مميز يعني بعد اتناعشر سنة بيصير نسفي بيقولوله انت مع مين بتحب تكون يعني بيعطوها حرية الاختيار بكل التواف؟ بكل التواف الأورتوديكسي لأربة عشر سنة الموارنة الكاتوليك لأتناعشر سنة الديانة الإسلامية لعنا مثلا الشيعة لسبع سنين بتفرق بها الأمور يعني بين دين وآخر ولكن عادة إذا ما نجي ناخد حكم بالمحكمة المارونية أو بالمحكمة الأورتوديكسية الحضانة هي للأم الاتفاقية بتسمح أنه الأم تتنازل للبيع يعني هيده كمان عم بتصير كتير عنا في حالات أمات عم بتنازلوا عن الحضانة لأسباب معينة يمكن ما بتقدر أنه ترعى هالولد عندها ظروف معينة ما بتقدر أنه هي تكون الحاضنة عم بتتنازل للبيع بموجبها الاتفاقية أحيانا ممكن النفقة يتقصموها يعني اليوم كمان بتعرف الوضع اللي صار المادي في لبنان البيع ما بقى يقدر له وحده يتحمل كل شي عم بيصير كمان بهالاتفاقيات تقاصم للأقصات المدرسية تقاصم للأسيرانس يمكن الآن بدأ تعويض معين الزوج بده يدفع ليه كمان بيندفع بموجبها الاتفاقية في أملك مشتركة يمكن سيارة يمكن بيكتب لها شقة هيده كلها أمود بتنذكر بهالاتفاقية إذن الأوانين المحاكم الروحية هي باز معينة يعني بس هنا بيقدروا باتفاقون يغيروا يعني صحيح مظبوط بيقدروا يغيروا باتفاقون بس المهم يكونوا متفقين مظبوط هاي أهم شيء واليوم صارت المحاكم عم تشجع هالموضوع لأنه كمان هذا شيء بيريح القاضي يعني اليوم موقع تفوت على ملف اتفاقية القاضي بيرتاح غير ما يكون فيه نزاع وفيه مشاكل ولاش أخطوا الولد ولاش لمين وبصير فيه نزاع هالموضوع لا اليوم صار القضاء عم بيطلب مننا احنا كمحامين النصعو قدر المستطاع عملوا اتفاقية حبية وريحوا هالملفة يمشي بطريقة ألم يابل متر قبل ما نكمل بهالموضوع في سؤال هل أنه صحيح أنه عند المحكم الأرتوكسية للست عشر سنة صارت الحظة للأربعة عشر سنة بعد الأربعة عشر سنة للبي لحقيق مسير ثمانت عشر سنة مين بعدين بيرعى هالاتفاقية بيحكم فيها يعني إذا كان فيه خلل بالاتفاقية مين بيحكم فيها هالاتفاقية بدأت تتثبت من المحكمة اللي عم تنظر بيدعوة طلق يعني اليوم نحنا إذا قدمنا عند الكنيسة الأرتوكسية دعوتنا بدنا نقدم عند القادة الأرتوكسية طلب تثبيت هالاتفاقية نقول له تفضل نحنا نبدأ تثبت لها بدو يصدر فيها قرار نهائي ومؤكد لحتى اللي تتنفذها الاتفاقية لاحقا يا أما مع الطلاق يا أما لوحدة هلا عندنا مشاكل ممكن تطرق خلال التنفيذة هو أنه أحد الطرفين يرفض يقول أنا لا ما بقبدي أنا غيرت رأيي أنا ظروفي بطلت مثل قبل خصوصي هلأ بالوضع الاقتصادي اللي نحنا فيه ممكن يكون الزوج ما صالها بدو يأتي ألف دولار اليوم بتعرفي في ناس صارت تركت أشغالها في ناس صارت تاخد نص معاش في ناس بوضع ما أنا قدرة بقى فممكن يقول أنا لا ما بدي بقى هالاتفاقية ساعتها القادمة طر هو يرجع يطلع قرار ويلغي هالاتفاقية اللي تقدمت قدامه يعني فريق واحد بيقدر يكون عام يلغي الاتفاقية صحيح نعم مش ملزم الموضوع نحنا منعرف الاتفاقية هي عقد تراد يعني ديكونوا الشخصين متفاقين على تنفيذة تعبع المحكمة الروحية بهالموضوع إذا اتنين متفاقين مظبوط إذا حدا من الطرفين المرأة أو الزلمي اللي أنا ما بدي ساعتها القادمة بيلغي هالاتفاقية وهو بيبت عن جديد حسب الانون اللي عم بينظر فيه بقرار جديد هو بيطلعه متر فإذا إذا أي من الطرفين أخل ببنود الاتفاقية ما في يعني ما في شي للمحاسبين ما فينا نحط بنود جزائية صحيح اليوم نحن مش عام نشتري بيت ونبيع أو نشتري سيارة نحن عم نتعامل بطريقة كتير إنسانية بهالموضوع ما فينا نحط بنود جزائي ممنوع ما فينا نحط شروط على المحكمة أنه لأ تعيطلقينها كمان ممنوع بيرفضونا يا هاي بحب الفت نظر عليها ممنوع الاتفاق على أسباب الطلق فقط على الحراسة النفقة والأمور المادية المحاكم بتقرر؟ صحيح إذا الأسباب بتوجب الطلق مضبوط 100 بالمية هذه ما لازم أبداً تنذكر إلا بالطلق المدني بالزواج المدني بيقدروا فقط الزوج والزوجة يقولوا نحن اتفقنا على هالسبب القانوني هيدا السبب الوحيد ولكن بالمحاكم المسيحية والكنسية هالشي مرفوض الزواج المدني الزواج المدني عم يسير بخارج لبنان نعم بقية الأوانين ترتبق بقلب لبنان بيروحوا بتجوزوا كاتيا برات لبنان بيجيبونا الزواج منسجلوا نياب للبنان بيدار الأحوال الشخصية بيطلق إخراج آيد عادي وولاده بينزلوا باللبنان على خانة هالإخراج الآيد ومنطلقهم باللبنان القادي اللبناني بيطلقهم باللبنان ولكن الشي محاكم روحي مقال عليها يعني لا أبداً ما في زواج كنسي هون هون عم نحكي زواج مدني القادة المحكمة النظر بالأحوال الشخصية هي البطل إلا إذا إجا زواج كنسي بعض دينا وراء الزواج المدني ساعة بيصير في صلاحي للكنيسي ولكن بالزواج المدني فقط المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر بأي تدعيات وين ما كان تم الزواج؟ يعني أحد الزواج بأي مكان بالعالم بأي بلد اللي كانت بأبروس بس المهم يجيوا يتسجل باللبنان صحيح هلأ وقتا بدنا نطلقهم نحنا أنا بجيب للعقد الزواج للأنون البلد اللي صار فيه إذا تزوجوا بأبروس أنا بمشي على الأنون بأبروسي إذا تزوجوا بأميركا على الأنون الولاية اللي نعاقت فيها الزواج على هالأساس بيمشي شغلكم كتير يعني هلأ إيه كتير تريندي 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 كتيري للأسف رح ناخد تيزال متر نجعان تبقى علو يا هلأ تفضلي بس لنبدأ أسأل المحامية هلأ أحنا بعد ما في ضعب الطلاق ما في شيء بس أنا الكوبتية وهو الكوبتة يعني أورتودوكس أكباط الصاروي بهون حالة هنا الأكباط ما في ضعب الطلاق أبدا بس بهيك حالة هلأ فيه إختلاف بالبيت فيه إمتصال بالبيت هو ببيت وأنا ببيت بهيك حالة شو بيصير بيب بموضوع إذا بدنا نرفع دعوة للضعب عندي ولدان الأكباط هنا تبعين للتقويم الأورتودوكسي الشرقي يعني بتبعها مجموعة القوانين الشرقية الأورتودوكسية حتى هلطبيعة بده يكون في انفصال يعني بده يتحضر دعوة أكيد بده يشوفه محامي بده يتحضر دعوة وبده يتفقوا على هالأمور اللي كنت أنا عم بقولها لأبي طبيعة الـ 90% بيكون في انفصال ماسكن يعني أكيد المارة بتكون مش سكنة مع الـ وأفضل أنا أفضل حتى إذا ما يصير فيه كونتاكت وصير فيه مشاكل قدام الولاد بحالة المدام بده ينعمل اتفاقية ويتحضر دعوة بتقدم قدم المحكمة الأورتوكسية أنه إحنا الكبتية معنا ياها قطائفة باللبنان لوحدة من ضمن 18 بتقدم دعوة يا فسخ زواج يا طلق يمكن هي ما بتعرف بس مبالا فيه يا فسخ زواج يا طلق بالسبب الأنون اللي منشوفه وبينعمل اتفاقي بيتفقوا فيها على هالبنود كل السواء فإذا المدام عم بتقول أنه عندهم مبدئيا ما في طلق بلا عندهم بالأوانين في طلق بلبنان بلا في الفسخ أو طلق طلق عند الأورتوكس فقط بحالة الزنا فقط لغير ولكن فسخ الزواج فيه وجهة فسخ الزواج صحيح شو يعني بحال بلبنان يعني يعني يطبق بلبنان ولا الزواج لازم يكون تنبي لبنان الزواج بدي يكون أكيد تنبي لبنان يعني هي ما فيها إلا إذا جيبتلي حكم من بره إذا مثلا أقباط بمصر بتجيب مثلا حكم من بره بنفذ لي ولكن إذا بدأت طلق بلبنان كنيسة القبطية يتابعة للتقويم الأورتوكسي منطلقة عند المحاكم الأورتوكسي بلبنان در فيه سؤال بيقول فسخ وطلق فسخ زواج أو طلق شو الفرد؟ هيدا عم نحكي بالمحكم الأورتوكسية فقط فسخ الزواج أسبابه مثلا إذا الزوج أو الزوجة إلهم ثلاثة سنين تركين بعضهم أو إذا مثلا حدا منهم عم بيتمنى عن إقامة العلاقة الزوجية أو إذا حدا منهم ما بيجيب بولد طلق بالأورتوكس فقط بحالة الزنا يعني إذا في خياني هذا بس حصرا وهلأ المحاكم الأورتوكسية عم بتطلع كمان إنون كتير جديد أبديتت كتير يعني مثلا الزوج فيه يطلب المرة فسخ زواج إذا بترتد الملاهي الليلية كتير إذا بتتعاطى المخدرات إذا عنده سلوك معين هذا كمان طلع ماتر بس الكلمة يعني طلع أو فسخ زواج هذا هو كان السؤال يعني شو بتفرق هذا ممنوع بالمحكمة الكتوليكية المارونية ما في الشي اسمه طلع بالمحكمة المارونية في الشي اسمه الكتوليكية بطلع زواج في هجر وفي بطلع الفسخ والطلع تنينيتهم الزواج يعني مش موجود يعني خلاص أنه لي ولكن التعبير الإنوني نحب بالنسبة لأنا كمحامين فسخ له أسبابه والطلع كأسباب بس بعدين شو بيترتبع زيت الشيء بالنسبة لالتفاقية نفس الشيء وبالنسبة لالتنفيذ سنجل رجعوا سنجل سنجل كل واحد منه بيقدر يتجوز وبيتنفذ ما حدا منه مجورة حرين كل واحد حر بحياته صحيح يعني موضوع أنه الحضاني اللي عم يتخلوا أنا ما حدا قالوا عليها فيها إلا هالشخصين مظبوط الولاد بعمر معين ما قالوا أي حكي بهالموضوع حتى لو كانوا تحت العمر الأنوني ممكن يكونوا ويعيينه وعندوا رأي بهالموضوع لا يؤخذ برأيهم تحت 12 سنة ما بدأين الولد بيتبرومن مش مميز ما بيقدر يعني يعرف حاله شو بده هلأ مثلا عم نواجه مشاكل فيه أولاد ما بتحب البي أو ما بتحب الأم هايدي شي مشكلة كمانا كتير كبيرة يعني ممكن الأم تكون إخذة الحضانة ولكن الولد ما بيحبها يعني عم بيتعذب أو كل ما بده يروح مع الأم عم بيصير فيه مشاكل بهك حالات بدي يكون فيه وعي بدي يكون فيه اختصاصيين عم بيتابعوا الولد عم بيفهمه إنه لأ أنت لازم تكون مع بيك أو لازم تكون مع أمك يفهموا ليش هالأسباب هالولد عم بيصرخ أو ليش هالولد ما عم بيحب يروح عند الطرف الثاني بده يكون فيه وعي بهالأمور وأهم شيء ما نستعمل للولد كسلاح خصام أو أنه تنكي بعدنا هذا شيء كتير مهم لأنه الولد هو الطرف الوحيد اللي بيتأذى بموضوع الطلق بالنهية الزوج أو الزوجة حيجع بلت وحياتهم عن جديد ولكن الولد هو الوحيد اللي بيتأثر شو دوركم ماتر بالوساطة هون يعني أنتم موجودين بقلب اللعبة يعني طبعات يمكن عرفين الأشياء اللي بلك العين الكبير ما أننا عرفتها الأد يعني بتبقوا ملمسين أشياء بس أنتم كمحامية ما عندكم أي تدفع نحنا مفروض يعني أول شيء كمحامية أنه نحاول اللي نشوف إذا في محاولة صلح ولا كم تعرف اليوم اللي بيوصل عند محامية طلق يعني في استحالة أنه نوعا ما أنا عندي ملفات لا في ناس أخدت قرارات فيها ورجعت لبعضها وحتى الأبونا والخوري والمطرانيات عم بيطلبوا مننا أنه نصير في مصالحات وهني كمانا كتير عم بيساعدوا بهالموضوع ولكن وقتها بيشوفوا أنه الطرفين ممكن إطلاقا نهائيا أنه نتصالحوا مع بعضهم ساعاتها فكرة الانفصال الحبي بتكون أفضل مع أنه ندلوا مع بعضهم بمرحلة مشاكل ويعرضوا هالولد لضغط نفسي ماتر ماريز دويهي زيك محمد الاستقناف أهلا وسهلا فيك شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا ياها اليوم اتفائيات الطلاق فإذن ممكن تكون مفيدة لحتى لتكون الأشياء واضحة أوضح لا تلزم جزائيا صحيح وبنفس الوقت المحكم الروحية لازم تكون يعني على علم فيها على علم فيها والأوانين لازم تكون مراعين صحيح كمان أهلا وسهلا فيك مش سيكتير يعني تكون قادرة تكون عم تكمل مع بعضها ولكن في أوقات وفي ظروف بتكون أبدا مش مؤاتية للولاد بالتحديد مضبوط كمان يمكن أوقات بيكون أحسن أهلا وسهلا فيك شكرا مش سيكتير كاثيا شكرا شكرا